بتقولك أحمد فتحي بيطلب مليون دولار لتجديد عقده مع الأهل يا جماعة بزمتكم بزمتكم كلما أحمد فتحي بيجي جدد بتقير بكلام ده ولا لا بصراحة كده هو هو الكلام أصلاح أحمد فتحي عايز مليون دولار أصلاح أحمد فتحي عايز مليون ونص دولار أصلاح أحمد فتحي مش عارفين طبيعي جداً لما بيتم تأخير عملية التجديد لأي لعب بالتحديد أحمد فتحي مش عارف ليه تطلع الأخبار الزاي دي. خلينا نطمن حضراتكو، هيتب التجديد للرباعي بإذن الله تعالى تبكر الرؤية الفنية الخاصة بمدير الفني ولجل التخطيط للكرة. مدى التجديد قد إيه الفلوس قد إيه الكلام من ده ده حاجة لسه حنعرفها. موضوع الجانب المادي ده احنا ملناش دعوا بيه. احنا دعوا بالمدة مثلا اللاعبين اللي حيجدد ليهم الكلام من ده. احنا عندنا ربعة أحمد فتحي شريف إكرامي وليد سليمان حسام عشور. لتوقيت المناسب الناس هتشتغل في النادي الأهلي وقرار القرارات المناسبة اللي في صالح الفريق. لكن الموضوع أن أحمد فتحي طلب مليون دولار وكلام من ده، ما تصدقوش أي حاجة من كلام ده إطلاق. أحمد فتحي متمسك جدا باستمراره مع النادي الأهلي والأهلي متمسك جدا باستمرار أحمد فتحي معاه. انسوا الموضوع ده خلص. وقرأي بإذن الله هتسمعه جديد في الملف ده.